مسلا عندك صورة زي دي. فلنفترض ان صورة زي دي مسلا عندك ودي مسلا صورة منتج وانت حابب تعمل عليها تعادلات. يعني الجودة ضعيفة. حابب تزيل خلفية. حابب توسحها. يعني بعض التفاصيل كده اللذيذة. انا الشغلة ده ممكن نكون بنعمله زمان بالفوتشوب. بس دلوقتي دينا اتطورت مع زاكرة للصناعة الموضوع بقى احسن واسهل. واكتر دقة. فهجرب معكم كده تجربة حلوة. تعالي نشوف هنعمل ايه? مسلا هنا في موقع زي ده هو مقدم لك ادوات كتير قوي. فلنفترض مسلا انا جيت قلت حابب مسلا انا اعمل فعندي هنا مسلا هضغط عليها كده بالشكل ده. هنا مسلا بيجي يقول لي يعني لو انت عندك مسلا حاجة منتج ولا حاجة هقول له هنا ابلود. هقال لي هتستهلك هو ايه. هاجي هنا مسلا اجيب الصورة بتاعتي عملها هنا ده بالشكل ده. هنا هيجي هنا هيحمل للصورة. ومجرد ما هيحملها هو تلقائيا اصلا هيعمل لي تفريغ للصورة بالشكل ده. وهنا اصلا عمل تفريغ للصورة كده. اه الابعاد هنا طبعا نجيب لك ابعاد كتير تقدر تتحكم فيها. وهنا ممكن طبعا زي ما انت شايف كده نحطها في الوضع اللي احنا عايزينه. فانت مسلا هنا خلاص وعمل لك تفريغ للصورة. وكمان جاب لك هنا لو انت حابب تحط الصورة في اي تفاصيل اللي انت عايز انا بص كده لو ضغطت على حاجة زي دي هيعمل ايه? عمل لك كده هنا مسلا خلفية بالشكل ده. وحاجات كتير حاجات كتير. بس هيجي ايه مسلا حد يقول لي لأ انا والله عايزها تبقى مفرغة. مش حاجز فيها اي شغلة تاني. فيسهل جدا ان انا خلاص يعني اشيل الخلفية الورى. ومش محتاج انا الخلفية الورى. او كمان هو هنا كمان جايب لك حاجة حلوة. قال لك في حاجة اسمها لو انت عايز تخليها بس. يعني ممكن مسلا تغير بس كده بالشكل ده. وكمان جايب لك حاجة حلوة هو اسمها هنا بقى حاجة حلوة زي شغل اللي احنا كنا بتعمله او موقع اللي هو مش فاكر اسم بسرعة. بس هنا اجيب لك بقى تفاصيل مسلا ممكن تعمل حاجة زي كده. طبعا لو عملتها مسلا هنجي هنا اعمل هيبدأ ان هو يغير لك الخلفية خالص ويعمل لك حاجة شبه كده. يعني تكون بقى كأنك انت بقى عامل ايه? منتج حقيقي وعمل له خلفية وشادي وحاجات لذيذة بالشكل ده. نجيب لي هنا بقى هو تحت هنا تظهر عندي الاقتراحات. هو اعمل لي بعض الاقتراحات. ما عملش زي اللي في الصورة بس هو عمل بعض الاقتراحات. عجبك اي اقتراح خلاص? هنا بتقدر تعمله وتحتفظ به. ما عجبكش خلاص فانت تقدر اصلا ان انت تحمل الصورة بخلفية بيضة بالشكل ده. او تحملها بخلفية يعني شفافة اللي عملت كده خلاص. طب لو انا رجعتي تاني بقى هنا للموقع فلنفترض مسلا انا الصورة مسلا جودتها مش تمام. عندي هنا حاجة اسمها وهجيب هنا الفوتو بتاعتي وهجيب الفوتو اللي انا عملتها. هنا مسلا ده الصورة اللي انا عملتها عملها بالشكل ده. طبعا هتبقى فيها خلفية شفافة. تلقائين اول ما هحملها هو اصلا هيبدأ يعمل عملية بالشكل ده. بص بقى النتيجة. شوف هنا دي عمل ازاي ودي عمل ازاي? يعني فرق كبير صح? تعمل زوم كده. عملها لك كده اوضح ووضح لك الكلام بشكل حلو. عجبتك دونلود علاقة. برضو تعال كده نجرب حاجة تاني. هنا مسلا عندك تعال كده نجربها. هنجيب بتاعتنا اللي احنا عملناها اخر واحدة واضحة شكل ده. هيدأ يدخلك تاني على انك بتقدر تعمل هنا الخلفية اللي انت عايزها. جايب لك هنا خلفية هنا وهنا وهنا اللي احنا كنا شرح هنا دلوقت. شوية حاجات كده قدرنا ان احنا نعملها باستخدام موقع واحد واكتر من الخدمة وما عادناش بقى نقص ولا نعمل هو بيعمل كل حاجة لوحده بتكنية الزكاة الاصطناع. تقربة حلوة قوي باستخدام موقع هسيب لك رابط الموقع في وصل في الفيديو. وعايزك بقى تجرب انت كل الادوات اللي موجودة دي اللي احنا برضو شرحنا منها حاجات قبل كده. واستمتع بتعديل المنتجات وانشاء اعلانات المنتجات باستخدام الزكاة الاصطناع. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعز الجرس. علشان نشوفكم الفيديوهاتنا في النهاية. السلام عليكم.